اهلا بحضراتكم من جديد المهندس عدل استهل الحلقة بالتأكيد على انه تفائله وانه ما هو قادم بإذن الله مبشر جدا ومطمئن جدا في الاطار ده الكابتن محمود الخطيب بيوصل سلسلة اجتماعات مكسفة يوميا مع لجنة التخطيط لكرة القدم في النادي الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف وبحضور الكابتن حسام غالي والكابتن امير توفيب مدير التعقدات لإعادة ترتيب كل الأمور وإنجاز هذه المهام في هذا التوقيت المهم واستكمال مابودة من خطوات يعني كان فيه خطوات تقريبا بتتقفل بتتقفل جزء منها والباقي بيستكمل عشان كده أنا من غير تفاصيل اتفاق له اتفاق له طيب دي في الكرة المنز عادل أشار لجزئة النشاط الرياضي والجهود اللي بتبزل فيه فريق كرة اليد اللي الرجال بيشارك في البطولة الدولية الودية في السلوفينيا وفاز على سيلي السلوفيني بمباراة الانتهت 38-24 شوف انا عمالي أقول لك تفاقله انا فيدي حولك لا تفرض في التفاقل ليه دانيال جوردو واضح انه تم فيه تدعيمات واضح انه فيه خطة التدعيم الفني والتدريبي وحتى فلسفة يعني عجبني جدا لما قالوا ما أنا مش هلع بالبطولة العربية ليه عشان أنا رايع على تارجت عايز أجهز له فهذا رجل مش جاي يقضيها هذا النوع من القرارات اراه قرارات جدة النتائج الوردة والتقارير الوردة بتقول ان اللعيبة في حال التقدم بدني وفني ان كلهم في حالة بدنية وفنية أفضل من السابق لكن أفضل من السابق توصلنا لحد فين يا أستاذ براهيم مش عايز حد يتصور ان احنا بقى ايه خلينا كده متحفظين ونعرف ان احنا بناخد بالأسباب ونستنى ما نشوف في المعترك الجد الدنيا هتمشي ازاي ده سواء في الهندبول او في في اي والله في اي حاجة بتعمله لان احيانا انت وتتفائل بلاعب تحط ضغط عليه يعني لسه كنت بقول لك الرسالة كواس انك الموضوع داد فت عشان اكمل لك لماذا شعرت بالضيق من الإشادة المبالغ فيها بلاعب واحد في الفريق اتفرقت له على الأربع لمسات ما شفتش السابق ما نجحش فيهم وضع هدفا وتم تغييره بعد الإشادات ان كلهم يلمسوا الكرة ما شوف هنستنى ايه ده معناه ايه انك متشاورش زيادة عن اللزوم ومتاكلش حق اللعب اولا بتعمل ايه بتظلم جماعية الفريق بتحاول الفريق طب وانا ما انا اقدر اعمل كده اتكلم علينا كمان بتحاول اللعب نفسه انه بعد شوية اشعره نفوق التقييم يعني ممكن يطلع من الماتش ده زعلان انه تسحب بعد الكلام اللي ايه اللي تقال عليه طب ايه اللي حصل عندنا تذكر ان انا لما احمد عبدالقادر في البداية خلاص قلتلك ايه لاعب واعد عنده قدرات هيلة ولكن ننتظر بتحافظ لما نشوف كيف يمكن له ان يدير موهبته وانا اليوم بعد ما كان كل الخبراء يقدموا احمد عبدالقادر في بداية الموسم انه لاعب من نسيج مختلف كان بتقال كده على الصدق نسيج مختلف على الصدق ماشى تاني بما يوحي ان اللعب ده هيبقى نجم الموسم فاذا به يصاب اذا به يعود اذا به اسلوبه يتغير في الاداء اذا به لسه مستعدش هذه الثقة لهذا المستوى لان معيار التقييم عند الجمهور ما بقاش معيار التقييم لأحمد عبدالقادر الناشئ بقى الأحمد عبدالقادر الخاص جدا نفس الشيء فيه مكالمة تانية اه تم تسانيني بس عشان اخلص دي نفس الشيء بالنسبة لواحد اراه واحد من اهم المواب الصاعدة على فكرة الاثنين ناشئين وصاعدين بمعار تقييم الناشئين في السوق المصري محمد عبدالمنعم لعيب دفع به دوليا فاذا به تقلق ويعود للنادي الآلي ولكني ارى منه بوادر عدم سيطرة على النفس في كل مباراة مهما كان يبدو ان هذا غير على الفريق مهما كان يقول انه اصل ده محام حتى في الملعب يجب على اللعبة دي تستنى لما تقدم اقصى ما لديها هتجد نفسها مش مهتمية بالتفاصيل دي مش مهتمية بيقولوا علي ايه مش مهتمية هتجد نفسك في حتة تانية سواء محمد عبدالمنعم او احمد عبدالقادر او زياد او كل ولادنا الموهبين اللي ربنا يوفقهم ان شاء الله